السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد هذا الفيديو هو فيديو رد على الأخ رشيد من قناة خواطر ألمانية مع رشيد أخ رشيد انت نزلت مبارح فيديو انتقدت فيه إلهان بشكل لازع وحطيت عنوان يعني مؤذي جدا ذكرت فيه هل وقع إلهان بوزان في الحرام فأنا عبسأل حالي بأي حق انت هلأ عبتحكم على إلهان ونصبت نفسك يعني مفتي يعني للشريعة الإسلامية وعبتحكم على إلهان بالحرام والحلال وكمان انتقدتني أنا بشكل مباشر وغير مباشر كمان على أشياء أخرى يعني سنأتي على ذكرها في هذا الفيديو عطيت لنفسك الحق انك تنتقدنا بهذا الشكل بدون سابق علم أو بدون أي انزار انت ذكرت بالفيديو انك انت عبتنقض فكرة بشكل عام موجودة على اليوتيوب وخصيت بالذكر وبالعنوان إلهان وبشكل يعني مؤذي جدا بالشكل اللي انت طرحته فلو كان هدفك فعلا هو التعبير عن فكرة خاصة فيك أو نصح الناس بشيء بفكرة انت بتشوفها صح كان ممكن انت تحكي بشكل عام وما تخص إلهان بهذا الشكل وتذكرني أنا وياه بالفيديو بهذا الشكل فأنا بسأل حالي سؤال يعني من فترة كان فيه تواصل طيب بيننا وبينك يعني إلى موضوع آخر يعني وتاني ووجهة نظرنا كانت فيك بشخصك يعني وبقناتك مختلفة فنحن اتفاجأنا يعني بالشكل اللي عب تطرح فيه هلا الأفكار الجديدة فالسؤال دائما انه شو الهدف يعني شو الشي اللي حابب توصل له انت بهذا الفكرة النقد العام اللي انت ذكرته خاصيت فيه بالعنوان يعني هو نقد كل شيء انت قلته في داخل فيديو انت عب تنقد فكرة انت عب تنقد ظاهرة بس لما بتقصد شخص بعينه اللي هو أخوي إلهان بهذا الشكل يعني فأفكار التانية اللي ذكرتها يعني ألغيت بهذا الشكل والعنوان كان يعني جدا رنان يعني فما بعرف انت منصب نفسك هلا يعني مفتي للشريعة الإسلامية في ألمانيا وعب تحكم على الناس بالحلال والحرام وغدا تطلق حكم مثلا يمكن او يجب تنفيذه بإلهان فأنا مستغرب يعني من هذا الاسلوب اللي بصراحة كان مفاجئ جدا لإلنا يعني ان اقترحته بهذا الشكل طبعا كل إنسان له الحق انه يعبر عن وجهة نظر خاصة فيه دون ان يتهجم على شخص بعينه انت الشي اللي عملته بهذا الفيديو هو تهجمت على شخص إلهان بشكل مباشر كان ممكن طبعا وهذا الشي كتير من الناس والطلاب المشتركين بيننا وبينك حتى كتبوا لك ممكن انت تتواصل معنا وتحكي معنا بشكل شخصي لو كان الموضوع هو نصح شخصي لشخص بتخاف عليه او بتريد مصلحته او لك وجهة نظر بشيء معين فكان ممكن تتواصل مع إلهان او معي بشكل شخصي ونحن كان في تواصل بيناتنا يعني منذ فترة يعني على قناتك او على قناتي ونشرنا لك فيديو كمان على قنواتنا بعد ما اخدنا اذنك طبعا فانا مستغرب من اسلوبك وتهجمك المفاجئ هذا علينا وطبعا بهذا المجال انت فتحت مجالات لشغلات تانية يعني كمان صار في تهجم من قبل كتير من الناس عندك علينا على شخصنا على شخصي وشخص الهان وحتى من قبل قنوات تانية يعني لتعليم اللغة الالمانية يعني فانا بستغرب انه شلون تسمح بهذا الشي على قناتك يعني انتقدت في الفيديو طبعك هو انتقال بعض اليوتيوب على الفترة الاخيرة لأشياء اخرى وطبعا المقصود فيها نحن وانت ذكرت هذا الشي بالفيديو انه انتقلنا لتصوير الفلوكات فانا فتحت قناة تانية يعني وعب اصور عليها فلوكات يعني رحلاتي في المانيا فشو المشكلة يعني انا مع بفهم شو مشكلتك معنا يعني او معي انا كمان بهذا الموضوع انه نحن فاتحين فلوكات وذكرتها هيك بطريقة او كأنه شي مقزز هي يعني الشي اللي عم ناملو نحن فانا بستغرب يعني انت باي حق تكتمنعني او تسمحلي بهذا الشي وتذكره بهذا الشكل في الاطار اللي انت طرحته ذكرت انه بعض الاسات زينتقلوا لاشياء تانية فانا بالاخير يعني انسان بعمل شغلات تانية في حياتي كمان وانا حر بما افعل وذكرت انه الهدف هو انه جمع اللايكات والفلوس من اليوتيوب وانا بستغرب يعني حتى من طريقة الطرح يعني وعبتقول انه عبتطالعه مصاري منيح وبيكفي وكذا فهل انت يعني عبتحدد رزقي يعني عبتعد علي مصراتي ورزقي يعني وعبتقلي انه بيكفيك اللي عبتطالعه يعني ما في داعي تفتح قناة تانية فانا مع بفهم الاسلوب والطرح اللي عبتطرح فيه وجهة نظرك يعني فانت بتعدت كتير عن جوهر الموضوع يلي حاولت خلال الفيديو انك تطرحه ولكن كان دائما اللفه الدوران حول نقدي انا وايلهان بشكل شخصي طبعا بسبب المودة والاحترام الموجود بيناتنا طلب منك ايلهان بعد نشرك للفيديو انك تقوم بحزف الفيديو يعني وبالتالي ممكن تمر الامور هيك بدون اي عواقب ولكن انت ما رديت فلذلك نحن مضطرين هلا نرد عليك بشكل علني لانك انت ما تركت مجال لأي شيء اخر وان كنا نتمنى انه الامور كانت ما تصل لها المرحلة تحدست في الفيديو عن الموضوع انه انا عبنتقل لاشياء اخرى وانه عبترك تدريس اللغة الالمانية فانا ما بعرف انا شخص راضي عن نفسي وقدمت الكثير لطلابي ولهي القناة واشتغلت كورس من الـ A1 للـ C1 فانا قدمت محتوى كامل للغة الالمانية خاص فيني وما بسمح لحدا يملي علي اي شروط بطريقة تدريسي للغة الالمانية والشيء اللي وصلت له وقدمته لطلابي انت زكرت في الفيديو انه نحن عم نبحث عن الشهرة وعن اللايكات وانه هذا الشيء يعني شرعي ومقبول يعني وكأنه هو شيء انت عبت من فيه علينا يعني طبعا انا بحلم انه قناتي تكبر اكتر وتصل لاكبر عدد ممكن من الناس ويزدادوا عدد المشتركين اكثر ما يمكن واحبب الناس وارغبهم في تعلم اللغة الالمانية واحصل على اكبر عدد ممكن من اللايكات والاشتراك في قناتي هذا حق طبيعي لقلي انت ما فيك تمنعه عني هاي رغبة ومشروعة يعني لقلي ولكل شخص بيجتهد وبيعمل في اليوتيوب وممكن انت نفس الشيء تعمل وهذا الشيء حق شرعي لكل انسان بيشتغل وبيتعب فانت وصفت الموضوع وكأنه هو جريمة يعني رغبة الانسان انه يحصل على عدد اكبر من المشتركين ومن اللايكات على الدروس نعم انت بتنظر للموضوع وكأنه هو عيبة وانا بنظر للموضوع انه شيء انا افتخر فيه لما بحصل على اكبر عدد من المشتركين ومن اللايكات فهذا الشيء بيعطيني الاحساس بانه دروسي عبتصل لعدد اكبر من الناس لشريحة اكبر وعبتلاقي استحسانة عند الناس وهذا وسام انا بعلقه على صدري كل ما بتنتشر دروسي بشكل اكبر فالحمد الله يعني الناس بتحبنا وعبتقدر شغلنا وتعبنا ودائما انا بلتقي باحبابي واصدقائي واخواني وبيسلموا علي وبيتصوروا معي وبيتشكروني وهذا الشيء انا بفتخر فيه جدا 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 وهذا هو اكبر سعادة ممكن انا احصل عليها لما الناس بتشوفني وبترجل علي وبتسلم علي يعني هي اكبر سعادة انا ممكن احصل عليها فانا ما بعرف انه ليش عبي تم توصيف الموضوع وكأنه جريمة يعني او هو شيء سيء يعني لا انا شخص فخور بهذا الشيء ودائما لما بشوف الناس واكيد كل الطلاب اللي بتابعني اللي بتعرفني اللي كانت بشكل يومي يعني بتلتقي فيني وبتسلم علي وبتشوفني يعني وانا بشجع كل الناس انه الشخص اللي بيشوفني فيكن طبعا بكل صدر راحة بتجول عندي وتسلموا علي وتتصوروا معي اكيد كل الناس اللي مرنينة يعني بيهالحالات بيعرفوا هاد الشيء وفيهم يأكدوا هاد الشيء وكمان سمحت بتصرفك هاد بتطاول الناس على شخصي وخاصة من قبل قناة مغمورة لتعليم اللغة الالمانية تطاولت على شخصي وشخص الاستاذ ضيال عبدالله كمان فبأي حق عبتعمل هاد الشيء وشو هي النتيجة او شو الهدف من هاد الشيء لسه كل فترة بيطلع فيديو الاخوين بوزان وخالد بوزان وإلهان بوزان رجاء لا بقت تذكرونا في فيديوهاتكم وفي قنواتكم وتستعملوا اسماءنا بهذا الشكل وفي نهاية هذا الفيديو بحب اقول انه الحمد لله قناتي الرئيسية موجودة وفتحت قناة تانية ورح افتح قناة تالتة ورابعة وخامسة ورح اقدم المحتوى اللي انا بحب اقدمه وما رح اسمح لحده انه يملي علي الاشياء اللي بقدمها ورح احاول جمع اكبر عدد ممكن من المشتركين واللايكات ومحبة الناس ولا عزاء للمضغطين